أهلا بحضراتكم من جديد هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهار ده يكون فيه ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين درجتين وثلاث درجات والتقصي حيكون بارد الصبح بدري ومعتدل بالنهار على شمال البلاد والغاية شمال الصعيد ومائل الدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بالليل الجو حيكون بارد على شمال البلاد والغاية القاهرة الكبرى وشديد البرودة على جنوب البلاد فيه النهار ده شبورة مائية ممكن تكون كثيفة في بعض الطرق المؤدية منول القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد تفاصيل أكتر حنعرفها عن حالة الجو النهار ده من الدكتورة مانار غانم وعضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية دكتورة مانار صباح الخير على حضرتك صباح الخير على حضرتك الدكتورة مانا وصباح الخير على كل الذهاب المشاهدين أهلا بك يا صباح أهلا بك دكتور مانار احنا ملاحظين ان فيه ارتفاع في درجات الحرارة النهاردة واحنا نزلين الفجر كده كان الجو ألطف بكتير من اليام اللي فاتت بالفعل يمكن احنا بنجهد ارتفاعات في درجات الحرارة مع استقرار تام في الأحوال الجوية وده بسبب تأثرنا بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا وايضا خطأ الهوائية معظمها قادمة بالسحراء شبه الجزيرة العربية فبنحس خلال فترة النهار في زيادة خطرات شطوع عشاعة الشمس والدفء والاستقرار تام في الأحوال الجوية الضقص خلال فترة النهار بيكون معتدل الحرارة على أغلب المناطق الشمالية السواحل الشمالية محافظة البحري القاهرة الكبرى حتى محافظات شمال السعيد مائل للدفء الجافي على محافظات جنوب السعيد في جنوب سيناء خلال فترة النهار لكن فورا غياب أشعة الشمس ودخول فترات الجيل درجات الحرارة تنخفض خاصة 8 ساعات الجيل المتأخرة وفي الصباح الباكن أجواء من باردة إلى ستيبة الجرودة على أغلب أنحاء الجمهورية خلال فترات الجيل الصغرى تنخفض بعض الأماكن بتوصل لأقل من 10 درجات بمحافظات شمال السعيد وسطينة بعض المدن الجديدة مع الاستثار في الأحوال الجوية دايماً تكون الظاهرة الجوية المؤثرة بشكل كبير هو تكون الشبورة المائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من الفضاحات المائية وبتأدي لانفضاب ملحوظ في الرؤية الأفقية مع التكون الشبورة المائية بيكون في ساعات الليل المتأخرة تقريباً 3-4 فجر تستمر معنا حتى سطوع أشعة الشمس تقريباً 7-8 صباحاً الشبورة المائية بكون موجودة مع سطوع أشعة الشمس تبدأ تدريجياً في التلاشي الأجواء دي مستمرة معنا إن شاء الله دي نهايات هذا الأسبوع مطلع الأسبوع القادم مستمرة معنا الأسفاع في ضربات الحرارة فترة النهار والانفضاد الملفز خلال فترات الجيل المتأخرة العظم على القاهرة الكبرى مع نهاية التلاشة توصل إلى 22 درجة مئوية فمهم جداً نحضر كل إستاذ المواصلين من عدم الإنخداع في ضبق فترة المهار وتغيير موعية الملابس ملابس شدوية خلال فترة المهار وخلال فترات الجيل المتأخذ بملابس شدوية ثقيلة وطبعاً مع الشبورة المائية سيكون القيادة بذل تام على أغلب الضرب كل الشكر لك دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهائة الأرصاد الجوية ودلوقتي خلينا نتابع مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة بالتفصيل في بعض المدن والعواصم المحافظات خلينا نبتدي على طول بالقاهرة اللي العظمة فيها 21 وصغرى 11 العاصمة الإدارية 2011 الإسكندرية 21-11 العالمين الجديدة 21-11 مطروح 19-10 دميات 20-12 بورسعيد 2011 والإسماعيلية 22-9 نروح للسويس اللي العظمة فيها 21 وصغرى 10 العريش 20-10 كاترين 14 وصغرى 1 وهي بتسجل أقل درجة حرارة النهاردة طابة 21-11 حلايب 23-15 شلاتين 24-14 شرم الشيخ 24-13 والغرداء 23-12 الفيوم العظمة فيها 21 وصغرى 9 بني سويف 21-9 الوادي الجديد 23-5 أسيوت 22-9 سهاج 23-6 قنة 23-7 الأقصر 24-8 أما أسوان العظمة فيها 24 والصغرى 9 مشاهدينا خلينا نرجع على طول لهدير وشازني نكمل معهم باقي فقراتنا تفضل شكرا ليك يا مني اشتركوا في القناة شكرا للمشاهدة